اشتركوا في القناة يعني فعلا ان هو حصل نصر الله ليه اخطاء كتيرة وعمل حاجات كتير مش كويسة ودي حاجة محدش يختلف عليها بس في نفس الوقت فعلا الواحد زعلان ان هو مت على ايد الناس دي يعني هسول حاجة على حاجة احنا وكل النسبة حصل نصر الله بيتكلم بيطلع يشتمهم ويغلط فيهم ويخوفهم بشكل او باخر احنا من الرغم ان احنا في ان هو شخص مش كويس بس ازاي ما بيقوله كده بالبلدي بنتعلق في اي اشياء او اي حاجة تخنقهم او اي حاجة تدوشهم او تعكن المزاجهم او انت بص اقول لك حاجة انا اقول لك حاجة ناس كتير جدا عندها شعور افتقاد القائد بالزبط افتقاد القائد دي يعني عايز اقول لك الشعور ده فانت لما بتلاقي شخصية معينة بتوجه كلام قاسي ليه اسرائيل فانت تلقائيا قلبك بيميل للشخصية ديت فما بتفكر في اللي هو بيعمله عقائديا او كان عمل ايه قبل كده فقلبك بيميله على طول فدي للأسف جديد دي بقول لك انا دي احنا مفتقدين للقائد فلما بيجي واحد فيه سمات القيادة فقلبك بي ايه بيروح له على طول قلبك بيروح له وبتبتدي انت نفسك تتغاب عن اخطائه ليه عشان هو بيشبع لك حتة معينة داخليا هي مفقودة عندك بالزبط لكن لا ده مش هو ده صح افتقادك للشيء ما يجعلك ان انت تغفر اخطائه وغل بقى لك ولازم انت تبقى دارس اللعبة ماشي ازاي ده اكيد بس انا قصد النهاردة لما شفت بعد الاختيار لما طلع المتحدث الرسمي بتاع الجيش بتاعهم لما طلع بيقولك اختيار نصر الله هو من اكبر وانجح العاملات في تاريخ اسرائيل انا هزول الحياة والله يعني كان بيكلم زي التوص كده بشكل استفزني جدا جدا انا هزول الحياة كانا نزلت اصلي صلاة للمغرب والله العظيم بقيت استغفر الله العظيم يا رب يعني بقيت بعد الصلاة انا كان عايز اصر حياة كفية والله يا بقيت يعني بكرنا بربها صحيحة تعالى واناجروا بنا بقوله يا رب يعني هو الحد امتى يعني الناس دي ماشي متوحشين ومستفحلين يعني جابوا غزة عن بقيت يا ماشي هم ما استقوا بي يعني بصوا لك حضر لو انت تنظر للتاريخ وهن بينك من بداية الحرب العراقية الايرانية ستجد ان ايران والشيعة لا يستقون الا بالغرب بكلمك بجد وده تاريخيا يعني امريكا اللي سلمت امريكا اللي سلمت العراق للشيعة بريطانيا اللي سلمت اليامن للشيعة روسيا اللي سلمت سوريا للشيعة تمام فانت بص انظر كده هتلاقي اساسا الاستقواء الشيعي لا يأتي الا خارجي مش هم مثلا افزاز في الحروب والكلام ده دي يا عم دا داعش خلتهم كانت وصلت لبغداد وصلت لبغداد في تمانية واربعين ساعة واللي هم بقولوا على نفسهم دكورة دولة وغير اللي بالك كانوا بيجروا قدامهم زي العائلة الصغيرة لولة التدخل الامريكي فهم اساسا هم نفسهم لا يستطيعون اقام الدولة كلهم حنياجر كلهم كلامه خلاص بسا شخصي ده انا اقارف التاريخ كويس وعارف علاقة الشعب اليهود من زمان وانه هم يعني اتقابلهم وعلاقة وطيدة جدا من زمان الزمان بين اليهود وايران نفسها ايران مليانة يهود وايران كان يهود فيها عاشين كتير جدا واليهم تجارات يعني ده شيء معروف لكن انا انا بتكلم عن اسرائيل انا يعني وصلت لمرحلة ان انا والله يعني في كل صلاة في عالم بسأل ربنا سبحانه وتعالى رب تأولي حتى امتى الناس دي يعني ابادوا في الشعب فلسطيني وابادوا غزة ودخلوا على لبنان كل يوم النهاردة وزارة السحر اللبنانية يغالي وحنفضل كده والله العظيم انا بقولها بكل صراحة هنفضل كده هنفضل كده لا يغيروا الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هنفضل كده لحد ما المساجد تتملى تاني وصلاة الفجر تتملى تاني ونبقوا اصحاب دين سعيدها الله عز وجل ينصرنا هنفضل كده انا بقولها لك هو وده اعتقاد عندي مش تخزيلا مش تخزيلا يعني اشوف الناس بيحصل الله ايه واحنا بنعمل ايه الناس بيحصل الله لايه ومزان احنا بتحتفالات واغاني ورأس وعمل والكلام ده كله وماتش مش عارف مين وماتش علان وماتش فلان وماتش مش عارف ايه والكلام ده كله فحنفضل طول عمرنا كده طول ما احنا كده واحنا اللي عايزين كده يعني احنا اللي عايزين كده فحنفضل كده لحد ما نتغير احنا فالارض تتغير فقد ده ايه عبدالي؟ اشتركوا في القناة